ضيف فريد في رمضان على قناة انفاس بريس هو فنان كوميدي وممثل مسرحي عبدالهادي العلوكي مرحبا بك على انفاس بريس ويتبر بك اخوي فريد بارك الله فيك ورمضان مبارك الله يدخل لكم بصحة ولا فيوم اسمنية ان شاء الله قولي يا السعب الهادي كتعرف الطرائف كتختلف شي طريفة وقعت لك شي نعرف رمضان سنان في من الشرطة ديالة التصوير ولا في الشارع ولا في الدار اه 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 طار رائف اش هدي نقولك اه اول حاجة بعد ورمضان بدنا بك يقلب على الطرف الخمس دى اه ديك ساعة كيش فطار رائف اه واحد طاري فوقعت لي واحد اه كنت واحد اه كنت واحد اخدام واحد شركة وديك الشركة اللي كتخدم فيها كنك كان ديله لارغيزون ديال واحد لو بخودي بلا من ديله لاشهار والمهام أعلم أنه مو المهم جداً لفرمدان عدد ويجعلها خدمة نهار كامل صغير كالك أربعنص إلي وصلت إلى النظام لغداء ومع دماغي معمار وانا قلت أن أشعر الله إلى بلان وأعلم أذن أن من قلت أن ننسى أحد ببوبي الخير أشعر لـ فلان الشباب الذي نقصه الأطفال الخبز وصلت لغداء الغداء والأطفال فلأنا أن معرفة أيها الرعاق وتريد أن أسكري فيها تريد رعاق فلانا ونحن نتخلق النار أقول لك أنت تغدى وقال لك وانا أنا بروغرامي مع 12 سنين وقف خسنين ونحن نتغدى وصلت إلى 12 سنين وزوعة بابي خير هذا النهار الأول في رمضان هذا النهار الأول في رمضان وقلت قربة أنت كل أيام الأولى في الخدمة وقد جاءت قد قدم عارمدان أدخلت ساسبك رمضان بكل توادي أنا أدخلت على طرف الخبز أقول لك أنت تأكل طرف الخبز وفرمدان أحفظ الله ما هي جديد لك في رمضان ما هي جديد لك في رمضان أخي أنا أدخلت على قناة لدي كابسولين مو الحمد لله غدا دقاء دقاء والجديد ما كان شيء كثيرا لكن عندي واحد سيكون مسلسل رحمق في قناة امبسي سينك مع مونافتو ويكون سيكون مفاجأة سارة وعريك لعبة مفاجأة سارة خليوا مفاجأة ستكون زوينة إن شاء الله للجمهور ما هي القناة التي ستكون فيها؟ القناة الأولى ستكون مفاجأة للجمهور إن شاء الله واتمنهم الله سبحانه وتعالى نكونوا ضيف كيف يقولوا خفاف على أقل لكم تقوص ديالك في رمضان وش مفاجأة مرئة في طاروش يعني تاكت تصلي بطبيعة الحال كتبشي القواءة ولا كتبشي على الأحباب كتبشي على ترحيم ولا كتبشي على شعر المسراحي حيث كتبشي عروض مسراحية لانا كيكونوا بعد المرات عروض مسراحية والأكترية كنت لقى مع أصدقاء ذي من الميدان الفني كيكونوا مسراحية كي سوفت لي واحد ميساج دابا الواتساب كي عبدهادي تتلقى في البلاصة الفلانية أو مسراحية في الفلانية ما كانت شي حاجارة كتبشي حاجارة كتبشي لقى وكتبشي لقى وكتبشي لقى مع الأصدقاء هذا وكان بكل تواديع شرفشي عن أنفاس الله يكبر بك أخي فاريد ببارك الله فيك وشكرا بزافه كشكر سي فاريد ديلياس القلب الكبير وجريدة أنفاس كذلك لديما كتواكب الفلانة كاملين وشكرا جزيلا ورمدان كريم ما يدخل عليكم الصحة والعافية